السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا وسهلا بكم اعزائي الله بالصف الثالث الاعدادي ازاكم يا شباب يا ربكم بخير. اه نرجع بقى تاني فيديوهاتنا بعد ما واقفنا كده اخر عشر ايام في رمضان. اه هنبدأ النهاردة بحل اه باقة المحافظات بتاعة الترمي التاني. هسيب لك رابط في صندوق لوصفة الفيديو. في حوالي حداشر محافظة. كنا حلناها قبل كده مع بعض. اه لهي خاصة بالسنة اللي فاتت. طبعا مهمة جدا للمحافظات الشباب لان هي الاسئلة بتتكرر. فانت لو انت ركست وحن نحل المحافظات تأكد ان تمانين تسانين في المية من الاسئلة بتتكرر مرة تاني. دلوقتي مع بعض هنحل محافظة الجيزة. اول سؤال هو سؤال. فاتن وهودا بيتكلموا عن قضاء الاجهزة بتاعة نصف ايه العام الماضية. اهود مورنين فاتن. رحت فين الاجهزة. بعد نصف السنة اللي فاتت. فاتقول لها اجابة. فاتلها الكزاندرية. وعن هنا وضح ان هي بتديك ايه? هنا كده تلميح للاجابة. ان هي راحت في الاسكندرية. فاتقول لها عندنا كده. اي. اي ونت. تو. اليكزاندرية. انا زرت اسكندرية. او اي ونت والكزاندرية رحت اسكندرية او اي فيزت الالكزاندرية. وهكذا. الاماكن اللي انت زرتها هناك. طبعا لو انت من اسكندرية. طبعا تقول مسلا ان هناك في القلعة موجودة. فيها عندنا المرحف الروماني واماكي كتير جدا موجودة في اسكندرية. فقدر اقول لها عندنا كده يا شباب. اي. خلي بالك بالازمنة. طبعا السؤال في الماضي. لازم نجاوب ماضي. ذا. القلعة. او ممكن الاول على هكذا شاب. اه قائد باي فورد. حسن قائد باي. ذا. رومان. ثييتر. زرت المتحف ايه? المتحف الروماني. بعد كده سؤالت لها رحت مع الاسرة. لها انت رحت مع مين? يبقى هو. فعل مساعد. والفعل يو. مع من زهبتي? اتلا. اي وينت. في سؤال اتلا. 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 طبعا ممكن تيجي معنا للانجازات اللي جاية. واضح ان هنا هده طلب الطلب اتلا عندنا كده. سهل جدا محسن شباب اتلا. 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 طبعا هتلا عندنا ايه? شكرا انت ايه بالطلب بتاعي. بعد كده السؤال التاني هو بنترجم الكلمات. وعدنا نبدأ نحل. يرزعني سنوات. كدس هنا قطط هاز هنا بقى حصل معنا ممكن تفق فعل. اساسي بمعناه يملك او عنده اولده او فعل مساعد. ها نفس الكلام فعل يملك اولده او عنده او فعل مساعد وهوتل فندق. يعني في عندنا تم مفساح حديقة العاب مائية في شرم الشيخ في ليان ديت يعني. اكبر حديقة العاب مائية في مصر. ات ميني ريسترانز. يعني لديها او فيها. ميني ريسترانز. ها يبني ايه عندنا شباب? ها يبني فندق جديد. يعني استغلق بناء هذه الحديقة. تلات سنين. طبعا كتير من المصريين. والسائحين. ايه? القطع ديها شباب من كتاب المدرسة. ولازم السؤال ده يجي بالنص من كتاب المدرسة. بعد كده السؤال التالت هو سؤال كومبرهنشن. قطعة تفاهم عليها اسئلة. يعني يوجد كثير من عجائب الطبيعية في مصر. مثلة. هي صحراء البيضاء. محمية طبيعية عند الازهر ايه ليك. فيها عجائب برضو تانية. صنعة بواسط البشر. اسمها يعني مصنوع بواسط الانسان. يعني في اه مصر برضو فيها الاعجاء التانية. لا يتم يزيارتها بواسط كثير من السياح. يعني لو بيروح هناك سياح قلائل بس. زي ايه جبل علبة او قلبة. لان هذا المكان صعب الوصول لي. المدينة المفقودة. فيه لقوا اثار. قالوا دي مدينة كانت موجودة لكنها فين غارقة. في سواحل ايه الاسكندري. بقى فيه عندنا مكانين اتنين صعب الوصول ليهم. قلنا جبل علبة وقلنا كمان المدينة المفقودة. طبعا ادي عيدة على. هي في اه تقعة تحت المياه البحر المتوسط بالقرب منين اسكندري. عندما تم اكتشاف هذه المدينة المفقودة. الشخص اللي اكتشافها اسمه عندنا يا شباب شاف كثير من التماثيل القديمة جدا والمعابد والاثار في تحت ايه تحت المياه. في عجبة اخرى هو البحر الرمال العظيم في جلوب مصر. this is a part of the western desert. وده جزء من الصحراء الغربية في مصر. where you can find lots of big sand dunes. هتلاقي عندنا كوزباد رملية كبيرة جدا في هذا المكان. some unusual glass is also found in the great sand sea. يوجد برضو سجاج من النوع النادر. موجود في هذا البحر ايه الرمال العظيم. ايجيبتس natural and man-made wonders are among the most beautiful wonders in the world. عجاب الطبيعية والبشرية اللي في مصر. تطعب من اكثر العجائب جمالا يعني على مستوى العالم. هل عندنا نشوف الاسئلة يا شباب? اول عندنا سؤال. هو سؤال تشوز اختيارات. the main idea. الفكرة الرئيسية. of the text is. لهذه القطع. هو ايه عندنا يا شباب? اكيد بيتكلم عنه Egyptian wonders. العجائب المصري. the great pyramid is a wonder. طبعا. the man made. صنحها الانسان. الانهرام الاكبر. some unusual glass is found in. بعض انواع الزجاج النادر. موجود فيهن? قلنا عندنا في the great sand sea. نروح الى السؤال. what does the underline pronoun it refer to? هنا بقى في المتحان بكتب كده عندنا يا شباب. بكتب كلمة it اللي هم الدهالي اصلا. بين كده. ما تنصيص. وقول له. عشان يستقل فيه كلمة does. بزود is. to. طبعا. هبقى ايه? the lost city. المدينة ايه? المفقودة. زي ما شرحنا واحنا بنقرأ. بعد كده. the wonders which are mentioned in the text at least for wonders. لخص. العجائب اللي موجودها في القطع دي. في ايه? في اربع. اه يعني ازكر اربع ايه? اربع عجائب على ال. طبعا. هنا يا شباب ممكن ابدأ عندنا كده اقول له في عندنا ذا. white desert. الصحراء البيضاء. وبعدين ابدأ اقول له عندنا ذا. great. بعدين pyramid. هرم الاجبر. ممكن اقول له عندنا كمان جبل. البة. and the lost city. كده قلنا ايه? اربع زي ما هو طلب ممكن تزاوز زي ما تعاوز. have you visited any of these wonders before? زرت اي مكان من دول قبل كده? قدر اقول له عندنا. yes. قل له عندنا. I have visited. انا زرت مثلا. the great pyramid. الهرم ايه? الاجبر. سهل القطع يا شباب. مباشرة جدا. نفاش اي تعييد. ان شاء الله كده. ربنا ينصر لكم الحال. في امتحان سهل لكم جميعا ان شاء الله. بعد كده يا شباب في سؤال choose. فعلى كده نبتكز. وصعب جدا تخسر اي غرات هنا. trees absorb the oxide from the air. الاشجار. صورب يعني تنتص او تتنفس يعني او تأخذ من الجو. طبعا carbon dioxide اللي هو ايه? ساني. اوكسيد الكربون. كلمة absorb يعني ينتص. نروح على السؤال التاني. هنا number two يا شباب. we add to the world national. نشنا يعني قومي. حاجة خاصة بالبلد بتاعتك بس. to give the opposite عكسها international اللي هو عالمي. عكس حاجة محلية او وطنية تاعتنا بحاجة عالمية او دولية. is a sound produced by a person when he speaks. الصوت اللي بطلع من الشخص لما يتكلم اسمه ايه? voice. voice ده صوت البشر. صوت اي شيء تاني غير بشري اسمه sound. my teacher told me not to be late again. مدرس قال لي لا تتأخر مرة اخرى. he give me a. اعطاني ايه? warning. warning يعني تحذير. promise يعني وعد witness يعني. يشهد على حاجة. يعني present day. is a person who travels into space. الشخص اللي بيسافر فضاء اسمه astronaut. يعني رائد فضاء. the island woman was enormous. طبعا خدنا قصة اسمها المرأة الحيادية. كانت ضخمة جدا في الحجم. the word enormous means very big. معانا كلمة enormous يعني very big. بعد كده نروح نشوف سؤال كان سهل جدا برضو. if we had more money. لو كان معانا فلوس اكتر. we can buy اني موبايل. لما تلاقي طعا في الامتحان. بس امتحدد اف الاولى ولا التانية ولا التالتة. طبعا هنا بعد اف جاي تصريف تاني. فعل ماضي. بدي اف الكامل التانية. يبقى عايزين برضو هنا ماضي. يبقى كلمة ايه? كد اوت طبعا. we should keep build new schools. قلنا ان كلمة كيب بيجي بعديها فعل اخر سهلة جدا. يعني يجب ان نستمر في بناء مدارس جديدة. ازا خرجة. طبعا الجملة دي مبنى للمجهول. عرفت من الامستر انه بدأ بالمفعول به. وحيتحرف جار باي. وبعد نجاب الفاعل. المبنى المجهول بيتكون من ايه يا شباب? وبعدين تصريف تالت. يبقى عايز هنا مناسب للخارجة هنا الواحدية يعني مفرد. والجملة مضارع. يبقى مفرد مضارع. ثم تصريف التالت في عاكمة مناسب. مناسب شي بي تايرد. زاد دي. طبعا ده الكلام الغير مباشر. قلنا بنحول الازمنة من المضارع للماضي. ما نعايز هنا فين في الماضي. طبعا شي مفرد في الماضي. فربي تبقى ايه? واز. رامي هات تايدت هز روم بفور هي ستارت صدين. قاعد بفور. بفور بطرب الزمنين. الزمن اللي قابلها ماضي تام. ويليها زمن ماضي بسيط. يبقى الصحة عندنا ستارتت. ستارتتت يعني بدأ يبقى رامي. كان الاول عمل او عمل غافة بتاعته الاول. وبعدين ايه? بدأ يذاكر. وصلنا يا شباب لاخر سؤال النهاردة. هو باراجراف اكتب كده مراجعة لتليفونك الزكي الجديد يعني. تعالى عندنا نشوف كده ابنا ايه? طبعا قلت له الاول جملة كده في تحية عن التكنولوجيا. جعلت الحياة او تجعل حياة بتاعتنا سريعة وسهلة. واحد من اهم انواع تكنولوجيا المفيدة يعني. اشتريت موبايل ازباع اللي فات. مش غالي. مصنوع في الصين. بس تخدمون بعمل بيه حالة كتيرة جدا. بعمل بيه مكلمة التلفونية. اتواصل بيه مع اصحابي وعائلتي. اتصفح بالانترنت. واجبي معلومات مفيدة. باستخدمه التصوك الكتروني. في كاميرا رائعة جدا. باخد بيه صور جميلة جدا. بادرس بيه دروسي. بزاك بيه دروسي. واعمل بيه واجبي. وقت الفراغ. افرق على افلام او على فيديوهات. افرق طبعا اللي امتحن مطلوب منك مية وعشرة كلمة. ممكن انت بقى تزود. انا قلت لك هنا افكار ايه الرئيسية. كده يا شاب الحمد لله خلصنا محافظة انجيزة. وهنزل كل يوم محافظة او اتنين او تلاتة. وهسيب لك رابط في اسفل الفيديو. في حداشر محافظة كنا حلناهم قبل كده. رب الفيديو يكون مفيد ليكم. من التوفير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.